نرجع تاني لصفقة الموسم والصفقة المدوية والصفقة النارية صفقة امام عشور امام عشور طبعا خلال الساعات اللي فاتت علشان تكون الناس في الصورة كان متواجد في النادي الاهلي كان بيصور بعض الصور او بعض الفيديوهات اللي انتم او تم طرحها في الفترة او في الساعات الاخيرة بعد الاعلان رسميا لكن امام عشور رفض التصوير في بجوار تمثال الراحل الكابتن صالح سليم وبشكل او باخر يعني خلال وقفة او جلسة التصوير يعني وكيله احمد يحيى ووالده خدولة لان كان شافوا ان الصورة ما كانتش هتكون بشكل يتناسب مع اللاعب انتم تعرفين انتم صالح سليم في مقر الجزيرة فوق فبالتالي اللي هيكون بيتصور جنبه هيبقى موجود تحت بشكل مش يعني مش صريف مع ونجود طبعا الكلام على صالح سليم فكان يظهر اللاعب بشكل مش كويس فاللاعب يعني اخدها من قصيرها كده ومرضاش ان هو يتواجد فيه او يتصور جنب التمثال الخاص بصالح سليم امام عشور هيحصل على 25 مليون جنيه في الموسم ده الرسمي الى جانب طبعا عدد من المزايا المادية الاخرى اللي يحصل عليها اللاعب لكن خلينا اقولك ان هي صفقة اثارت جدل كبير جدا جدا بسبب طبعا نجومية اللاعب وقدراته المميزة وبسبب كمان تصرفاته المسيئة لجماهير النادي الاهلي وفي نفس الوقت للرمز طبعا صالح سليم خلينا نشوف بقى الفترة اللي جاية ايهما هينتصر ايهما هينتصر هل الامكانيات والقدرات الفنية وشخصية اللاعب والضغوط اللي هاتعرض لها خلال الفترة اللي جاية بس خلي بالك ان هو داخل النادي الاهلي الضغوط عليه مش هتبقى زي الضغوط اللي على رمضان صبحي مثلا في بيرامدس لان هو هيبقى سابورتد لي وداعم لي جماهير النادي الاهلي اللي اتغيرت دلوقتي وبتحتفي من كان بتهتف بان هم مش عايزينه في مباراة فيوتشر النهاردة الكهرباء بياخد اللاعب وبيروحوا وبيحتفوا به اتغيرت معرفش بقى هم هم اللي كانوا موجودين في المدرجات وقت الاعتراض ده طبعا محمود كهرباء وهنا محمود كهرباء كان لبالك بيوجه رسالة بيستحابه لإمام عشور والرسالة واضحة جدا جدا ومش محتاجة تفسير لكن هي طبعا محمود كهرباء نجم الزمالك السابق ونجم الاهلي الحالي والموقع عليه غرامة مالية بتصل الى اتنين مليون دولار او اكتر بالغرامات يعني يحسبوها زي ما انتوا عايزين هو اللي بيقدم امام عشور لجماهير النادي الاهلي اللي كانت وهتف ضد امام عشور في مباراة فيوتشر تبدل الوضع النهاردة بعد طبعا اصرار مجلس الادارة واصرار ادارة النادي على تواجد اللاعب خلال الفترة اللي جاية ولمدة خمس سنوات مع النادي الاهلي زي ما قلت لك الصفقة تنجح ولا ما تنجحش مسألة ده نجاحها من عدم وهتبقى راجعة لإمام عشور لكنه زي ما بقولك مش هيكون عليه ضغوط زي اللي على رمضان صبحي لان جمهور النادي الاهلي هيبقى عايز داخل في مرحلة عند فبالتالي عايز ينجح الصفقة بأي شكل وبأي تمن لان في النهاية هو لاعب مميز جدا ولاعب مهم جدا جدا لكن حيبقى إساءاته اللي قدم فيها وقتها النادي الاهلي شكوى رسمية لاتحاد الكرة لن يمحوها التاريخ مهما حاول من لجان إلكترونية وجماهير وخبراء أنه يقولك أنه ده لعيب كان خارج النادي الاهلي ولعيب داخل وما يعرفش القيم والمبادئ داخل النادي الاهلي خلي بالك مرحلة مفصلية بالنسبة للنادي الاهلي صفقة فقط كل شيء بالنسبة للنادي الاهلي خلينا نشوف هينجح الفترة اللي جاية والنجاح معناه الاستمرارية مش النجاح موسم وخلاص ويمشي وسلام عليكم شكرا